صبح برضو على زمنتنا لمياء حمدين وخلينا نتعرف مينها علي آخر أخبار التقص في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات صباح الخير يا لمياء صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير عليك يا جمان وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان صباح الخير عليك يا لمياء يقولوا لنا بقى إيه التقوص بتاعة يوم الجمعة التاعتك اللي دي مش ممكن تتخلي يعني أنا هقسمها زيك بالزبط بس أنا على ثلاث مراحل يعني المرحلة وأنا صغيرة كانت جدتي هي المسيطرة على البيت بتاعنا فيوم الجمعة ده تقريباً التلفزيون بيبتدي يطفي بعد صلاة الجمعة نسحة لازم الفطار ده أساسي فول وطعمية وخضار وحاجات كده ده يجي من بره ونقعد نفطر نتفرج طبعاً الإزاعة الخارجية الصلاة بنشوفها في التلفزيون بس قبلها بتفرج على نادي السينما برنامج الأطفال نادي السينما كنت عادة تفرج عليه وسر الأرض بقى وعالم الحيوان والحاجات دي نتفرج عليها وبعد كده التجمع العائلي بقى كله بعد الصلاة بيبتدي ييجي خلاني بقى وامرطاتهم وأولادهم ونفضل قاعدين لحد بالليل ونشوف بقى المسلسل بتاع بالليل وبعد كده حديث الروح ونقلب على القناة التانية كان فيه بتهيالي مسلسل كان بيعياتنا كلنا قشين وحاجات كده فيه حاجات بقى كده قديمة كنا بنتفرج عليها زمان وتفضل السهرة لحد ما خلاص بيننام على نفسنا وإحنا قاعدين لما كبرت دلوقتي طبعا بحاول أن أنا أعمل طقوس كده يعني لازم البخور دي الصبح لازم أعملها أنا يومي بيبتدي من قبل الفجر تقريبا بساعتين فنقوم كده يعني نعمل بعض الطقوس الدينية وأولع البخور وأجيب الفطار زي ما جدتي كانت بتعمل كده بالزبط أعمل شغلي زي النهاردة كده وبعدين ممكن نقعد شوية مع بعض ممكن نخرج أو نروح النادي نقضي اليوم في النادي والمهم أن نبقى مع بعض طول الوقت علشان هو ده تقريبا اليوم الوحيد الذي نجمع فيه مع بعض صحيح